أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي غلق الصلاوات والأرض في ستة أيام وكان أرسل على الماء ليبلغكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولون ما يحبسوا ألا يوم يأتيهم ليس مصرفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفر ولئن أذقناه نعماء بعد براء ما السدف ليقولن ذهب السيئة عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا عمل الصالحات أولئك لهم مغفرة أجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنس أو جاء بعه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أن يقولون افتراهكم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لن نستجيب لكم فعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يرخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويكلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن يكفر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون على سبيل الله ويبغونها عواجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يغصرون أولئك الذين خصروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يغطرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخصرون إن الذين آمنوا عن الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحروا الجنة هم فيها خالدون مثلوا فريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمع هل يستويان مثلا فلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم ذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نرأت إلا بشرا مثلنا وما نرأت اتبعك إلا الذين هم أرادلون أباديا وما نرأ لكم علينا من فضل بل لذنتم كاذبين قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بيلة من رب وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ونرسم ثموها وأنتم لها تارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أرأتم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائل الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكفرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كود ابن الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمجز ولا ينفعكم صحيح أردت أن أوصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم وربكم إليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعجلنا ووحجنا ولا تخاطب لي في الذين ظلموا إنهم مضرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليهم لهم من قومه سخرون قال إن تصخروا منا فإنا نصخر منكم كما تصخرون فسوف تعلبون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلة إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موجين كالجبل وما ذا نوح ابنه وكان في معزلي يا ابن يركب معنا ولا تكون مع الكافرين قال سأعوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم لا من أمر الله إلا من رحيم وحال بينه والمهج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وضيط الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بودا من قوم الظالمين وما آبى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمال غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعيدك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألت ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمي أكون من الخاسرين قيل يا نوح ابط بسلام منا وبركاته عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أمباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أو تولى قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد النخاهم هودا وقال يا قوم ربض الله ما لكم إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مجرارا ويسدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولى مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا هم لا تنظرون إني توكيت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ من ناسيتها إن ربي على سراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتهم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوم غيركم ولا تذرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجيناه دون الذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادوا جحدوا بآيات ربهم وعاصوا رسله واتبعوا ومركم لجبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعبة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قوم يابدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنسأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغجروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب نجيب قالوا يا سالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رب وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله نصيده فما تزيدونني غير تخسر ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلك الثلاثة أيام ذلك وعد غير مكتوب فلما جاء أمرنا لدينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القبيل العزيز وأخذ الذين ظلموا صيحته أصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغلوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا سلاما قال سلاموا فما لبث أنه جاء بعجر حنيذ فلما رأى عيديهم لا تصل إليه لكرهم لا تصل إليه لكرهم وأوجس منهم خيفته وقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحى قوم وراء إسحى سياقوب قالت يا ويلة آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعذبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وتاءت البشرى يزادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيد يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسولنا لتنسي بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم العصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون سيئا قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله وما تخزون في ضيفه أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى متن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسرد أهلك بقدع من الليل ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه نصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجرة من سجل موجود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخوهم شعيبا قال يا قوم يردوا الله ما لكم من إله غير ولا توقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم يردوا المكيال والميزان بالقسط ولا تلخصوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نكرد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها جمعا إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصابق منوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قومت منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ونفكه كثيرا مما تقول وإن لما رأت فينا بعيفا ولوما رأتك لرجمك وما أنت علينا بعزيز قال يا قومي أرأتي أعز عليكم يا الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط وذا قوم أملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذي لظلموا صيحته أصبحوا في ديارهم داثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة ما بعدت ثمود ولقد أرسل موسى بآياتنا وسنطان النبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئسا برد المرود وأطبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئسا رفد المرود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أبنت عنهم آلهة هم التي يدعون من دون الله وما ظلموا شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب العاخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلب نفسه إلا بإذنه فمنهم سقي وصعيد فأما الذي يسق ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأم الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير موقوس ولا قد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولأولا كلمة موسى وقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد وإن كلا لما ليوفي أنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وما يتاب معك ولا تطعوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وهقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يديع أذر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلك من بقيته ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أندين منهم واتبع الذين ظلموا ما أكرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمك لرأة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إن ممتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نحص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك غيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قول إبراهيم إسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحد إلى أبينا منا ونحن أصبا إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أبطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوه يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقيقه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا مالة لا تأمن على يوسف وإنا له لناسحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزوني أن أذهب به وأخار أن يأكله الدئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الدئب ونحن أصبت إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبخ وطرقنا يوسف عند متاعنا فأكله الدئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قمصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا ياردهم فأدلى دلوة قال يا بشر هذا أولا وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشره بثمن بحس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته أكل لمثواه أعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأوير الحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغا شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراردته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيدلة قال معاد الله إنه ربي أحسن وقوى إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربي كذلك لنصف عنه السوء والفحشى إنه من عبادنا المخلصين واستمق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء أراد بأهلك سوء إلا أن يسجنعوا عذاب أليم قال هي راودت عن نفسي وشهد ساهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فتذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظم يوسف أعيد عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسواتون في المدينة مرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في طلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتذت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك من الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليس جنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن وحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليه إلا وأكمل الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأاه الآيات ليسجن له حتى إن ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصي الخمر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير منه نتبئنا بتأويله إلا نراك من المحسنين قال لا يأتيك ما تعامل ترزقانه إلا نبأتك ما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك ما مما علمني ربي إني ترط ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من خضل الله علينا وعلى الناس ولكن نثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهر ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم آبائكم وآبائكم ما أنزل الله بها منه سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين مقيم ولكن نثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلمه تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجم منه نذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن ضدع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهم لسبع إجاف وسبع سملات حجر وأخر يابسات يا أيها الملأ واختوني في رؤيا إن كنتم من رؤيا تعبدون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتغيير الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما واتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتن في سبع بقرات سمان ليأكلهن سبع إجاف وسبع سمولات وسبع سمولات حجر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حسد فضره في سموله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع سداب يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاق الناس وفيه عصرون وقال الملك ائتوني به فلما ذاه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما باله النصوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن علم قال ما خطبكم إذ راوتكم يوسف عن نفسه قل حسر الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل حق أنا راوته عن نفسه وإنه لما صادق ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم